هل الكرة الصغيرة دي ساعدت كابتن على فجريشة أو ساعدت النجوم الكبيرة اللي ظهرت في مجال كرة القدم سواء في بورسعيد أو في الإسماعيلية أو في القناة نبقى عنده مهارة فردية أعلى من اللعيب اللي بلعب كرة الشراب مش عايزة كلام مش عايزة كلام تحكم فيها لأن انت مصطفى انت بتتحكم في كرة صغيرة كرة بتاع تينيس دي احنا ما نعرفش كرة الشراب يعني انك في مصر هنا بيلعبوا كرة الشراب اللي هي بيعملوها وبيزبطوها وكده لكن احنا كرة تينيس دي وكنا بنتحديها خمسة ضد خمسة دي متعة ده التحكم فيها بيبقى صعبة كبتنحكم لا وقتها كنا عفريت وقتها كنت وقف على وجه شريك لك بتقعد تنطق بيها على دماغك بتقعد بكده احنا كنا بنعدي يعني كنت مثلا نلعب على الحيط كده بالهدز على الحيط بتعدي الألف فكان فيه تحدي يعني كل حاجة كانت مهارة بس كانت فطرية يعني انت بتاخد المهارة لان فيه تحدي بينك وبين جارك وبين زميلك وبين الشرع اللي بعديك والحاجات دي كلها من اللعيب اللي كان بتلعب معاك كرة الكويتش الصغيرة دي كابتن واصبحت نجوم كبيرة معاك في نادي الاسماعيل حاصلتا اللي كان النادي الاسماعيل الاسماعيلية كلها بلد صغيرة فكله عارف بعض اللي كان جاري وقريب مني رحمة الله عليه كابتن أنوس كابتن أنوس كان لعيب كويس جدا ولعب في الاسماعيل وبطولة افريقيا كان في البطولة معك كرة الشراء لعبنا كرة تينيس لكن انا قبلها بقى كنت بتفرج على رضا على شيحتة على مي بدرويش على العربي كلهم مارسوا كرة صغيرة دي كانت مؤمة جدا يعني لها جمهوري زي ما اقول الناس بتيجي في اي حتة تقعد تبص تلاقي ملمومة على ليه لان كل شارع عنده نجوم وعنده لعيبة في محطة جديدة مثلا كان فيه شيحتة كان فيه رضا العربي حاجات دي كلها لأ وكان فيه شوارع زمان دوات فابش شوارع دوات لا تقدر تقول حاجة تانية كان اسماعليا فيها تلات عربيات يعني عابية المحافظة يعني تلات اربع عربيات دلوقتي بتتدارش اه فكنت تلعب راحتك مفيش عربي تجي لك تزعجك ولا بتاعها كان اسماعليا كلها تلات اربع لان كان كله عجل يعني عارف كنا بروح التدريب بالعجل نيجي من التدريب بالعجل كله كان العجل ده كله الألمان وزي كل الناس كلها في فرنس كله كده كابتون علي امتى حسيت ان انت لعيب كورة هتبقى لعيب كورة جامد اوي كنت في سنة كم سنة وامتى حسيت ان انت بدأت يعني تنضم في الكورة لا اندك ده بعدين لكن في البداية حسيت وانا بلعب في الشارع وانت بتلعب كان سنة كم سنة لا كنت صغير يعني ع 19-11 بدأت المنيجي نختار الفرق كان بيحصل خناه عليك اه لا علي حيلعب معنا لا ده حيلعب معنا لا التاني يقولك لا يعني كان كده انت بقى حسيت انت فبدأت تحس بقى ان انت ادي انت بتفرج على الشباب وهو فقط علي ايوا اهو الشارع ده الشارع اهو الشارع ده جنب الاستاد اهو صور الاستاد وما زلت ولا خلاص ما بتروحش لتفرج على حاجة لا انا بعدي عليه بقى دلوقتي بتشوفه اللي انا بروح الاستاد طبعا بروح الملعب بروح للفطن اللي لعدناها لكن هو ده الشارع اللي كلنا بنلعب فيه اه ف ما شبتش حد بقى من اللي طالعين دول من ريحة الكابتن عالبو جريشا اه كله اصلا كانش فيه مجال الوقت اللي الناشئين كان فيه زمان الفريق الاول والسكن تيم كان سنو السكن دي ايوا ايوا الوقت اللي عندك اكاديميات كورة كابتن مصطفى ومدارس كورة وعندك فبيبقى عنده ستة سبعة سنين بروح الملعب بيتمرنوا وبيلاقي مجال انه يعني يمارس فيه نعم متعته اللي هي كورة القدم فالنهاردة بقى فيه اندية فيه اندية الوقت الزمان كانش فيه غير نادي اثنين اللي تروحهم وكان بيلعب فريق اول والسكن تيم وكانت كشفين كمان كانوا قليلين بش كتير بالضبط الوقت العين بتلقط يعني العين نهاردة في فلندية بقت كده بتلقط الناس بتشوف اللعب ده كويس بتاخده توديه كده لكن المجال الوقتي مفتوح عن وقتين احنا